بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليديو ده هحكي قصة كده جميلة سمعتها محفزة جدا للشباب وتبين قد ايه الانسان اللي هو الخبرة بيكون يعني كلامه في منتهى العظمة ومنتهى الروعة كمان الخبرة دي مش بتيجي من فراغ يا جماعة الخبرة دي بتيجي نتيجة تراكمات سنين كبيرة جدا وتعاملات كتيرة فبالتالي بتدي الانسان الثقة كان الموضوع ده كان شخص شاب يعني بيحكي انه شاب كان في التجارة في مجال التجارة بيحكي بيقول كان في رحلة طيران وفي الكرسي اللي جنب منه في الطيارة كان قاعد راجل حكيم يعني يبان عليه الحكمة والعظمة من شكله يعني فبيقول بنتكلم مع بعض بيسأله الراجل اللي هو الكبير بيسأل الشاب ده بيقوله انت بتشتغل ايه يعني فالشاب ده بيقول انا احركت يعني خجلت ان انا اقوله انا بيزنسمان او راجل اعمال او كده بيقول قلتله بشتغل تاجر يعني جاب كلمة بسيطة شوي فبيقول الراجل سأله بيقوله طيب يعني ايه تاجر او يعني ايه تجارة قاله اه تجارة يعني ببيع وبشتري بيع وشرة فالراجل قاله حاجة جميلة جدا يعني قاله ده بس اللي انت تعرفوا عن التجارة ان هي بيع وشرة قاله التجارة مضمونها اكبر من كده بكتير واوسع نطاق يعني من كده قاله الشاب ده قاله يعني قاله طيب علمني قاله اه التجارة تجارة كلمة تجارة عبارة عن اه معاني كتير جدا متدخلة مع بعض كل حرف فيها بيمثل اه معنى كبير جدا من معاني الحياة بيقوله حرف التاق اه توفيق من الله يعني حرف التاق بداية كلمة تجارة اه توفيق من الله اه وما توفيق يا الا بالله ده من القرآن والتوفيق بيقول كلمة عزيزة جدا علشان كده ذكرت في القرآن مرة واحدة اه التوفيق ده بيجي من اه رضى الوالدين ومن افعال الخير اه طيب قاله اه حرف الجيم قاله جسارة اه جسارة يعني شجاعة اه كل الناس بتتعامل من منطلق ان هي اه شجاعة ولكن التاجر يعني بيبقى شجاع في اه العمل اكتر من الشخص العادي يعني لو فيه شغل معين التاجر عنده جرأة وشجاعة انه يدخل في الموضوع وفي المشروع اه طيب اه الالف قال له الالف امانة وقاله كمان الامانة كلمة امانة دي اكتر من مرة امانة امانة لان الامانة كلمة مهمة جدا في التجارة قاله لازم تكون امين اولا مع الله ثانيا مع عملائك ثالثا مع نفسك رابعا مع كل موظفينك لازم يكون فيه امانة لان الامانة دي قاله ببساطة هي عمود الخيمة الخيمة ما ينفعش تقف بدون العمود اللي شايلها فلو وقع العمود اللي هي الأمانة ما فيش خيمة قال له طيب والراء قال له حرف الراء عبارة عن روية روية يعني تمهل وتعقل وهدوء قال له في ناس بتستعجل الاستعجال خطأ لكن التاجر بيتمهل ويفكر قويس وياخد القرار بروية وده بيكون سر نجاح التاجر قال له طب والراء قال له الراء عبارة عن هبة من الله يهبوها من يشاء ولما الله بيهب النجاح بيختار أصحابه فبالتالي الهبة اللي ربنا بيعطيها للناجحين لابد أن يستغلوها في الخير وفي كل شيء صحيح وفي كل شيء صالح ده كان مضمون كلمات الراجل اللي هو الحكيم في موضوع التجارة أرجو أننا نستفاد منها لأن كلمات راقية جدا وكلمات عظيمة جدا جدا أتمنى أنها تكون أفادت حضراتكم وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا